موقفا دعما لكن ان يكون في خبر عن قوات مصرية برية يعني جنود بيتم انزالهم نشوف الخبر اولا وقول لكم لما سألت مدى صحته نحو الف من جنودها الى اليمن منذ ايام دعما لعمليات التحالف بقيادة السعودية يغضون ذلك نشر التحالف عشرات الدبابات والعربات المدرعة في جبهات القتال في محافظة مأرب شرق صنعاء لاستعادة مناطق يسيطر عليها الحثيون في هذه المحافظة طبعا كان لابد ان احنا نسأل خاصة ان حتى الان للأسف الشديد لم يصدر بيان واضح وقوي يقول لا مصر لم ترسل قوات عسكرية برية الى اليمن لكن هو صحيح لم نرسل حسب ما تأكدت من مصادر عسكرية ومن مصادر سياسية ايضا لكن هي المشكلة انه هذا الملف تحديدا لما سألت مين اللي يتكلم عنه فتيهين وزارة الخارجية ولا رئاس الجمهورية قوات المسلحة بتقول احنا ما نصدرش بيانات متعلقة بالتحالف وبوضعنا السياسي والعسكري في اطار قوة التحالف طيب فين الخارجية المصرية فين رئاس الجمهورية لماذا لم تصدر بيانا واضحا قويا حاسما حازما نافيا قاطعا يقول انه مصر ما تبعتش جنود خارج حدودها الا لما تطرح ده للمناقشة ونشوف ده خاصة انها قضية حساسة جدا لنا انما مصر تشارك في التحالف الذي يناصر الشرعية في اليمن لعدم سقوطها في يد ايران حتى لا تحكم من خلال ايران وحتى ايضا لا يتم تهديد امن الخليج وتهديد امننا القومي لانه مضيق باب المندب بالاضافة لانه تهديد او امن الخليج الجملة اللي دايما بيقولها الرئيس السيسي وبنقولها دايما انه امن الخليج من امن مصر واي تهديد لامن الخليج وتهديد لامننا القوم لكن ارسال قوات خارج حدودنا مش احنا مش من الدول اللي ممكن سرا يتم ذلك او انه لا يطرح ذلك في نقاش وفي بيان واضح بالاضافة لانه في حالة رفض شعبي لامور من هذا النوع